السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب قبل ما نبدأ نتكلم على المكونات نفسها بالنسبة للهول بلد هل ممكن نستخدمه دلوقتي ولا ده أصبح حاجة قليلة في وقتنا الحالي أولا الهول بلد وهو الدم الكل اللي احنا بنسحبه من المتبجأ وبيكون فيه كل المكونات وكان في البدايات خالص بدايات نقل الدم هو ده المكون اللي بيتنقل على طول المرضى من غير ما يتفصل وده طبعا بيخلي المريض ينقل الوحدة كاملة وهو مش في حاجة لكل المكونات اللي موجودة فيها فالفايدة كده طبعا أقل ومن نحية تانية احنا كده هدرنا وحدات قد ايه وعدد الاستفاد منها قد ايه بعد فترة بقى بعد ما حصل التطور في صناعة القرب القرب الدم نفسها يعني وفي المواد اللي احنا بيستخدمها بقى ممكن ان احنا نفصل الهول بلد لأكتر من مكون عشان نقدر ساعتها نساعد اكبر قدر من المرضى ليه برضو حضرتك لو ما فصلتش الوحدة ديه للمكونات اللي موجودة فيها بعض المكونات مش هيكون لها فايدة بعد كده لانه بعد التبرع بوحدة الهول بلد البلازما اللي موجودة والبليتليتس لو ما تفصلتش من الكيس كل النسب اللي موجودة فيها هتقل عن الطبيعي اللي المفروض هتدينا الارقام اللي احنا عايزينها مع المرضى فبكده هيكون عندنا وحدة حجمها كبير ولكن الفايدة منها ايه ايه العاقد من وراها بس هي دي الفكرة وحدة بقى الدم الكامل بتكون حوالي 450 ملي زائد او ناقص 10% او 500 ملي زائد او ناقص 10% وده طبعا بحسب كمية الانتي كو اجلاند اللي موجود في الاربا نفسها كده اتفقنا ان اغلب الوحدات دي بتتفصل للمكونات اللي موجودة ويمكن بس حالتين هم اللي بيتنقل فيهم الدم الكامل في وقتنا ده غالبا يعني فحالات عمليات القلب المفتوح مثلا وحالات النيونيتس اللي بيحتاجوا لترهيل الدم بالنسبة لحالات القلب المفتوح بعض الاطباء بيفضلوا يكون في دم فرش ويتنقل على طول المريض طيب ده هيتم ازاي ممكن المتبرع يتعملوا الفصيلة والتوافق واختبارات الفيروس قبل عملية المريض بـ 48 ساعة مثلا طلعت الاختبارات بتاعته تمام يوم العملية بقى بيتسحب منه ويتنقل للمريض وده بيكون يعني في محاولة عشان نقلل من عدد الوحدات اللي هتتنقل للمريض بدل ما يتنقل كل مكون لوحده يتنقل وحدة دم كامل وقد تكون فرش ده كده الحالة الاولى طيب الحالة التانية الطفل اللي هو الصفرة عالي عنده ومحتاج يتغير له الدم اللي هو البلادكس تشينج فهيحتاج وحدة دم كامل بس ساعتها مش هيكون فيه متبرع متحضر زي الحالة الاولى فبيكون فيه بديل ان احنا بنعمل حاجة كده زي عملية مسج بمعنى وحدة الكرات مع وحدة البلازمة ونمزجهم اكننا كده بنرجعهم للحالة الاولى تمام بالنسبة بقى للفصيلة اللي بتتنقل بخصوص يعني الدم الكامل لازم تكون identical مع المريض بمعنى المريض فصيلته ايه يبقى لازم ننقله دم كامل ايه ماينفعش اقوه ده في حالات ايه الهول بلاد وهنعرف لين شاء الله بعد كده ده كده بالنسبة للحالة الاولى انما الحالة التانية اللي هي حالات الاطفال اللي احنا بنعمل فيها عمليات المسجد فهم اصلا كانوا وحدة كرات وكانت وحدة بلازمة فممكن ساعتها نختار المناسب للفصيلة المطلوبة ودول كده يعتبر اشهر الحالات اللي بيتطلب فيها وحدات دم كامل في وقتنا ده طيب خدنا بقى وحدة الدم الكامل من المتباجع وفصلناها للمكونات هم عبقى بقى عن ايه كل مكون منهم ده اللي هنحاول نعرفه ان شاء الله في المقطع اللي جاي ونوقف عند النقطة دي النهاردة ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان شاء الله